أهلاً أصدقائي نقترح عليكم اليوم أمارين متنوعة في اللغة العربية لمساعدتكم على فهم معاني الجملة للوصول إلى إنتاج جمل ونصوص سليمة البناء فلنبدأ على بركة الله الجملة الجملة تؤدي معنى أولاً أقرأ الجملة التالية وأربطها بصورة المناسبة لها تكوي فاطمة الثياب تنظف هنا أسنانها يغسل أحمد وجهه تكوي فاطمة الثياب تنظف هنا أسنانها يغسل أحمد وجهه ثانياً أقرأ النص وأنقل الجمل في الجدول حسب المعنى الذي تؤديه زرت صديقتي سناء فرحبت بي بحرارة وبقينا في الحديقة نلعب حيناً ونلاحق الفراش حيناً آخر الجملة المعنى المناسب لها اللعب في الحديقة الزيارة ملاحقة الفراش الترحيب البقاء في المدرسة زرت صديقتي سناء فرحبت بي بحرارة وبقينا في الحديقة نلعب حيناً ونلاحق الفراش حيناً آخر الجملة المعنى المناسب لها وبقينا في الحديقة نلعب حيناً اللعب في الحديقة زرت صديقتي سناء الزيارة ونلاحق الفراش حيناً آخر ملاحقة الفراش فرحبت بي بحرارة الترحيب لا يوجد البقاء في المدرسة ثالثاً أفصل جمل النص بوضع العلامة قاطع ومقطوع لما وصلت مدينة سوسا أخذت أتجول في شوارعها الفسيحة فكانت السيارات تسير في الطرقات بسرعة عجيبة ثم تتوقف عند الإشارة الضوئية في صفوف طويلة لما وصلت مدينة سوسا أخذت أتجول في شوارعها الفسيحة فكانت السيارات تسير في الطرقات بسرعة عجيبة ثم تتوقف عند الإشارة الضوئية في صفوف طويلة ألون الإجابة الصحيحة يتحدث النص في التمرين عدى الثلاثة على فصل الخريف مدينة سوسا وصف السيارات الإجابة يتحدث النص في التمرين عدى الثلاثة على فصل الخريف مدينة سوسا وصف السيارات رابعاً أعيد ترتيب الجمل ترتيباً صحيحاً لأكون نصاً سليم البناء كانت تقص رائعاً ثم عادت إلى الخلية خرجت النحلة إلى البستان في صنع عسل لذيذ وأخذت تمتص رحيق الأزهار لتساهم مع رفيقاتها الإجابة كانت تقص رائعاً خرجت النحلة إلى البستان لتساهم مع رفيقاتها وأخذت تمتص رحيق الأزهار ثم عادت إلى الخلية في صنع عسل لذيذ خامساً أقمل بما يناسب لتصبح الجمل تامة المعنى فرحت كثيراً عندما أعطاني جدي يوم الجمعة إلى المسجد الإجابة فرحت كثيراً عندما سمعت خبر نجاحي أعطاني جدي شاشية حمراء يوم الجمعة رافقت أبي إلى المسجد سادساً أعبر عن كل موقف بجملة مفيدة تامة المعنى الإجابة كلم عمر صديقه بالهاتف تقف سوساً في المحطة يشرب شكري ماء بارداً مدلول الجملة أولاً أوصل المعنى المناسب للجملة أشرقت شمس النهار على المغيب ما ألذ هذه الحلوة؟ متى يبدأ الدرس؟ جملة إخبارية جملة استفهامية جملة عجبية الإجابة أشرقت شمس النهار على المغيب جملة إخبارية ما ألذ هذه الحلوة؟ جملة تعجبية متى يبدأ الدرس؟ جملة استفهامية ثانياً أضع علامة التنقية المناسبة في الدائرة لكل جملة مما يلي طرق السرصار باب البيت بحذر وخوف قالت المعلمة للتلاميذ أين مراد يا أطفال؟ لماذا تأخر عن المدرسة اليوم؟ قال سليم متعجباً انظروا ما أطول عنق الزرافة الإجابة طرق السرصار باب البيت بحذر وخوف قالت المعلمة للتلاميذ أين مراد يا أطفال؟ لماذا تأخر عن المدرسة اليوم؟ قال سليم متعجباً انظروا ما أطول عنق الزرافة ثالثاً أحول الجمل الإخبارية إلى جمل تعجبية ولا أنسى نقطة التعجب الجملة جملة التعجب الصورة جميلة الفيل ضخم هذا الأساث فخم صوت العندليب عزب كلامك حسن ما أحسن كلامك الإجابة الجملة جملة التعجب الصورة جميلة ما أجمل الصورة الفيل ضخم ما أطخم الفيل هذا الأساث فخم ما أفخم هذا الأساث صوت العندليب عزب ما أعذب صوت العندليب كلامك حسن ما أحسن كلامك صيغة التعجب في الجملة هي ما أفعل وتكون بالعبارات التالية ما أجمل ما أطيب ما أحسن كم يطريني ما أروع كم يروقني ما ألذ ما أحلى ما أطخم التعجب أدوات الاستفهام تدل على السؤال وهذه بعضها أدوات الاستفهام كم آ أي ما لماذا كيف ماذا هل أين متى لم تجد سلما قطتها فأخذت تبحث عنها متسائلة أختار أداة الاستفهام المناسبة لكل سؤال غادرت القطة المنزل ستعود إلي من جديد الذي جعلها تغادر منكم شاهد قطتي يمكن أن أجدها رأيتم قطتي الصغيرة متى هل من ما أين الإجابة متى غادرت القطة المنزل؟ متى ستعود إلي من جديد؟ ما الذي جعلها تغادر؟ من منكم شاهد قطتي؟ أين يمكن أن أجدها؟ هل رأيتم قطتي الصغيرة؟ أحول الجمل التالية إلى جمل استفهامية وأكتبها في الجدول الثاني دون أن أنسى علامات التنقية في آخر الجملة سأل المعلم التلميذ عن عدد الحواس عند الإنسان سأل مجد أمه عن المكان الذي وضعت فيه صندوق اللعب سألت رانيم أباها عن ما يوجد في القفة الإجابة سأل المعلم التلميذ عن عدد الحواس عند الإنسان كم أعضاء الحس عند الإنسان؟ سأل مجد أمه عن المكان الذي وضعت فيه صندوق اللعب أمي أين وضعت صندوق اللعب؟ سألت رانيم أباها عن ما يوجد في القفة ماذا في القفة يا أبي؟ تساءل الرجل عن عدد النجوم فقال أراد الصبي أن يعرف عدد الكرات فقال متسائلا الإجابة تساءل الرجل عن عدد النجوم فقال كم عدد النجوم يا ترى؟ أراد الصبي أن يعرف عدد الكرات فقال متسائلا كم عدد الكرات يا ترى؟ الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل أولاً أسطر الجملة الفعلية مما يلي السماء مغيما يزقزق العصفور فوق غصن الشجرة يعمل الفلاحون بجد ونشاط العم صالح شيخ وقور الإجابة السماء مغيما يزقزق العصفور فوق غصن الشجرة يعمل الفلاحون بجد ونشاط العم صالح شيخ وقور ثانياً أكمل الجمل التالية بالفعل المناسب للمعنى تسقي يبذر يحرث يقطف العامل تفاحاً شهياً الفلاح الأرض البنت الأزهارة بانتظام الفلاح الحبوب الإجابة يقطف العامل تفاحاً شهياً يحرث البناчит أن تحرث على شعرت زارة تسقي ضع البنا 이해 الإجابة اختر الفعل فيما يلي ثم أعيد ترتيب الجمل لأكون نصا استبشر الفلاحون تراكمت السحب في السماء هبت رياح باردة نزل الغيث النافع حمدوا الله وأسرعوا للعمل بهمة ونشاط فروية الأرض النص و و ف و الإجابة استبشر الفلاحون تراكمت السحب في السماء هبت رياح باردة نزل الغيث النافع حمدوا الله وأسرعوا للعمل بهمة ونشاط فروية الأرض فروية الأرض النص هبت رياح باردة وتراكمت السحب في السماء ونزل الغيث النافع فروية الأرض استبشر الفلاحون وحمدوا الله وأسرعوا للعمل بهمة ونشاط ألوّن العدد الصحيح ألوّن العدد الصحيح عدد جمل النص خمسة أو سبعة أو تسعة الإجابة الإجابة عدد جمل النص خمسة أو سبعة أو تسعة رابعاً أحذف التكرار وأعيد كتابة النص الصحيح على كراسي عند الصباح توجهت خولة نحو القن وجمعت خولة البيض ثم وضعت خولة البيض في سلة كبيرة الإجابة الإجابة عند الصباح توجهت خولة نحو القن وجمعت خولة البيض ثم وضعت خولة البيض في سلة كبيرة عند الصباح توجهت خولة نحو القن وجمعت البيض ثم وضعته في سلة كبيرة خامساً أتأمل المشاهد ثم أجيب عن الأسئلة بجمل تامة المعنى ماذا يفعل الجزار؟ من الذي يقص الخشب؟ ماذا يزن التاجر؟ ماذا يعرض الخضار؟ الإجابة ماذا يفعل الجزار؟ يقص الجزار اللحم من الذي يقص الخشب؟ النجار هو الذي يقص الخشب ماذا يزن التاجر؟ يزن التاجر سكراً ماذا يعرض الخضار؟ يعرض الخضار البضاعة بالمعنى اشتركوا في القناة